لو دلوقتي حابب توجه بقى رسالة لأي حد من جمهور الاهلي لأعضاء مجلزة الاهلي للعبين للجهاز الفني أي حاجة يعني انت دلوقتي شاشة قناة الناد الاهلي مفتوحة للشيخ أحمد إبراهيم ويعني آخر حاجة بنقولها في هذا الأمر لو قدامك الشاشة وكل جمهور الناد الاهلي بيسمعك وكل اللاعبين يعني كلهم عملين يبعتولي فيعني مبسوطين جداً بوجودك معنا والله أولاً احنا بنشكر القناة على الاستضافة الجميلة دي وطبعاً مبسوط أن أنا قابلت حضرتك طبعاً لا يا خليج دي الشرف ليه الله يحفظك طبعاً في البداية الشكر لله أولاً طبعاً تاني حاجة للأسرة كلها الناس اللي تعبت في تربيتي والناس اللي مكملة معايا يعني زوجتي وأولادي وكلهم يعني ربنا نحفظهم جميعاً وتعبوا كتير معايا طبعاً يعني قبل ما تكمل مش هسألك أهلوية لا مش أهلوية لا بدأ بالأمر المباشر لا لا ما فيش بس احنا واخدينها كده برضو يعني بس زاد الموضوع عندنا يعني فالله يحفظك وطبعاً الأم والأب يعني والدي والدتي طبعاً يعني هما سبب يمكن دعواتهم يعني انت تعرف كل مطش فيه كم ألف في الاستاذ فكون ان أنا اللي أظهر وان أنا مثلاً يكون ليه اهتمام من الناس طبعاً ده بسبب دعواتهم وربنا يحفظهم يعني طبعاً تاني حاجة طبعاً اللي حصل بقى ده كله ده عشان انت من جمهور الأهلي فليك الشعبية دي ما كنت ستوصل لكده باشكل مجلس القادرة طبعاً على الدعم للعيبة وعلى الاستقبال لي كواحد من الجمهور ودي لفتة تبين ان اهتمامهم بالجمهور طبعاً قبل أي حاجة اهتمام التوفيق طبعاً للعيبة كلهم ودايماً يفرحونا كده والجهاز الفني طبعاً ان شاء الله يكمل معنا على خير وان شاء الله دايماً دايماً نتقبل في البطولات وكون كلها أيامنا كلها أعياد كده ان شاء الله ومبارك عليكم العيد وربنا تخبر منكم صالح الأعمال يا رب قبل ما نختم آخر حاجة بقى بما انه بكرة وقفت عرفات وقلنا ايه لو عايز تقول آية قرآنية عايز تقول حاجة زي ما انت عايز لا اقول لي انت لا اقول لي انت عايزه مش اللي انت عايزه والله طبعاً ولغتم بقى ايه قرآنية تبقى لطيفة طيب وطبعاً بكرة وقفت عرفة طبعاً الكل يعني عارف السواب الصيام في اليوم عرفة طبعاً انه بيكفر سنتين وان شاء الله كده ندعي لبعضنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لو الملك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير ده من أفضل الأدعية في يوم عرفة ونرجو من الجميع طبعاً ندعي تدعولي وندعي لبعض كلنا ان شاء الله والصيام اليوم ده زي ما قلنا بيكفر سنتين وربنا تقبل منكم صالح الأعمال ممكن نقرأ آية كده أو حاجة فضل طيب نقرأ انت فاجئتيني ليه انت عايزه يعني فكروا الآية آية عن الحج طيب تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم شكرا جزيلا يا شيخ أحمد شرفت ونورت سعداء جدا 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 بوجودك معنا ويعني من أحلى الفقرات اللي الواحد عملها خلال هذه الفترة شكرا جزيلا على وجودك معنا وتشرفنا شكرا جزيلا على وجودك معنا الله يحفظك وبرك فيك وبتشكل لحضرتك شكرا جزيلا حنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أحمد سابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير شكرا جزيلا على صفحة البيت الكبير